دي حلقة جديدة من حلقات كورس المشتقات اللي أنا وعدتكم إن شاء الله إنه مع نهاية الكورس ده هتكون بإذن الله متطمنين جدا لموضوع إنك إزاي تحل في موضوع المشتقات وتختار ما بين الصفة وتظرف والفعل والاسم وإنت مستريح وما فيش أي قلق هنقسمهم زي ما اتفقنا في الجزء الأول من الكورس اتفقنا من إحنا نقسمهم لحلقات أو حالات كتير والنهاردة بناخد حالات جديدة في الحلقة بتاعت النهاردة أتمنىك تتابع باهتمام أتمنى إنك تسمع الفيديو الآخر عشان كل مثال فيه لقيمة ومعلومة هتوصل لك أتمنى كمان إنك تنشر الفيديو لكل الناس علشان الفايدة توصل للجميع يلا نروح نحل ونرجع لبعض تاني في الحلقة الأولى من الجزء الخاص أو الكورس الخاص بالمشتقات قلت لك إنه حالتين قلت لك حالة أولى وحالة تانية والنهاردة بدي لك الحالة التالتة الحالة أولى والحالة التانية لو ما كنتش سمعتهم يا ريت تسمع الكورس ده من أول لأنك فعلا إن شاء الله بعد ما تخلص الكورس ده خلاص جزء المشتقات ده خلاص بإذن الله هتكون أتقنته قلت لك ساعتها إنه لو في صفة بيجي بعدها اسم للعكس لو في اسم بيجي بعدها صفة النهاردة بقولك إن فيie لك أو سيم أو ساوند أو فيرب تو بي في العلية يكون لازم يجي بعدهم صفة واحده واحده كده علينا مصدر وإديني واحده واحده بس كده لك مش معناها ينظر ten have acheck يعني فعليا يكون يعني لو لقيت يبدو لك يبدو seme يبدو sound أو فيرب تو بي لو فعلي يكون الو او 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 ال خمسة دول او حتى او او اي واحد من مشتقات تعالف ان المشتقات فيعلي يكون ام و از و او 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 بي ده كده شكل افعال يكون كلهم. يعني لو لقيت اي واحدة من دول يا مستر هيجي بعدها صفة? اه. متأكدة مستر? تعالوا نشوف الامثلة وانت تفهم اكتر. ادي المسال الاول. معظم الشباب الصغيرين تراي بيحاولوا نقط بيحاول ان هما يتجنبوا ان هما يبدوا ان هما الناس تشوفهم ايه? كويس. ادي لوك اهي? وبعدها دي لوك انج يا مست انا مش لوك يا عم استنى ايه? ما هي افودي بيجي بعدها الفيزة اي جي غزبا عني معلشة زي بعضو. فبقى انا مش لازم لوك شخصيا يعني ممكن لوك لوكس. لوكينج لوكد. المهم ان فيه لوك ما معناه يبدو. بيجي بعدها ايه بقى? بيجي بعدها صفة. كويس. انا عايز بقى الصفة. الناس بتتجنب ان هي تبدو ايه? تعالوا نشوف الاختيارات. فاشن يعني الموضة. ده اسم على فكرة مش صفة. كويس? هي جزء من صفة لان فيه على بعضها صفة بمعنى موضة قديمة. طيب. دي صفة. معناها موضة قديمة. يعني على الموضة. برضو صفة. حلو جدا. انا عندي صفتين بقى هتعمل يا مستر. انت انت قلتلي اني بعد لوك بيجي صفة. اه. وانا عندي صفتين. قلتلك في الجزء الاول. اربط الاسم. اه الصفة. اربط المعنى بالموضوع. يعني مش بس القاعدة. ان لوك بعدها صفة. اعمل ايه دلوقتي? ما تزنوش نفسك من المزنق ده. لا. هنا لوك بيجي بعدها صفة بس المعنى بيقول ايه? الناس بتتجنب ان هي تبان قدام الناس. موضة قديمة ولا على الموضة. لا بتتجنب ان هي تبقى موضة قديمة. يبقى المثال اللي بعده. انه ليس من الحكمة بي. اه انا عندي هنا بي. واحد من فعال يكون. اللي هو ام و از و ار و و از و ار و بي و بان و بينج. يعني عندي بي. فعال يكون. الناس بتتجنب ان هي تكون نقط ان ميكينج ده سام بستيكس. الناس بتتجنب ان هي تكون مصرة انها تعمل نفس الاخطاء اجين عند اجين مرة تانية ومرة تانية. مرات يعني. كويس. انا عايز صفة. اه. انسست يعني يصر. وده فعل. لو يعني القانون. وده اسم. لوير يعني محامي. وده اسم. انسستانت. صفة. بمعنى مصر. مصمم. هي دي. انا عايز بعد فعل يكون. صفة. فاخترت انسستانت. يعني مصر. معي جراند فازرز ادفايس. نصيحة جدي. has been not on my life. نصيحة جدي اصبحت او كانت مؤثرة في حياتي. فين بقى فرب تو بي يا مستر. بني عم. اهي. بني واحد من افعال يكون. كويس. عايز بعدها ايه? عايز صفة. انفلونس. يعني التأثير نفسه. وده اسم. انفلونسد ده الفعل الماضي. اثرة. انفلونسيال يعني او انفلونسيال يعني مؤثر. وده الظرف بتاعه. انا عايز ايه? انا عايز صفة. يبقى انفلونسيال. the two systems. النظامين. aren't not. each. from each other. aren't. verby يكون. فعل يكون. verby to be. بس ما نفي. مش مشكلة بالنسبة لي ما نفي على مثبت. المهم ان يفعل يكون. اوكي. طيب. النظامين ليسوا مختلفين عن بعضهم البعض. يعني بعد verby to be انا عايز صفة. صفة. طيب. تعال نشوف كده. differ. يختلف. ده verb. difference مختلف. اه سوري. difference الاختلاف. انا اسف. ده اسم. different مختلف. ده صفة. differently باختلاف. ده ظرف. هو ايه الفارقة بين الصفة والظرف يا مستر. الصفة اللي هي الصفة العادية زي ما انت شايفه. الظرف اللي بيبقى اخره الي او الي. وفي بعض الحالات الظرف بتاعها بيبقى شهاز. زي good. الظرف بتاعها well. fast هي هي fast. early هي هي early. far هي far وهكذا. طيب. فبالتالي انا عندي هنا. the two systems aren't. انا عايز بعد verby to be صفة. different. aren't different. مش مختلفين عن بعض. different بعد aren't هي الصفة. كويس. the police are sure. the police متأكد. that he is not. for the crime. ان هو يكون مسؤول عن الجريمة. طب ما تيجي واحدة واحدة نفكر. ادي is. verby to be. انا عايز بعد verby to be صفة. هو يكون مسؤول. كويس. confident يعني واثق. confidence. السقة. responsible. مسؤول. responsibility. المسؤولية. طيب. البوليس متأكد ان هو ايه. واثق ولا ثقة ولا مسؤول ولا المسؤولية. هو مسؤول عن الجريمة. responsible for the crime. مسؤول عن الجريمة. he is not about his success. هو واثق من الفوز. واثق من النجاح. مش واثق من الفوز. واثق من النجاح. طيب. خلينا نركز مع بعض. ادي is. verby to be. بعدها ايه. صفة. برافو عليك. confident يعني واثق. ودي صفة. confidence الصقة. وده اسم. responsible مسؤول. responsibility المسؤولية. طيب هو يكون ايه من نجاحه. هو واثق من نجاحه. confident about يعني واثق في نجاحه. confident about his success. واثق في نجاحه. no one can deny. محدش يقدر ينكر. that sport is not to everybody's health. ان الرياضة مهمة لصحة كل الناس. is. verby to be. عايز بعدها الصفة. verby to be. عايز بعدها الصفة. طيب. important الصفة. معنى مهم. importance الاهتمام. او الاهمية يعني. important importantly يعني باهتمام او باهمية. وunimportant يعني غير مهمة. كويس. اسمها ايه يا رجالة? importantly. اوكي. طيب. important صفة وunimportant صفة. انا عندي صفاتين هنا. صح? طب يعني انا عايز بعد verby to be صفة. ودي صفة ودي صفة. ده ظرف. وده اسم. يبقى انا عايز صفة. important بقى والun important المعنى زي ما اتفقنا. الرياضة مهمة. يبقى صفة بعد verby to be. اكيد مش مش مهمة يعني مش تنفع دي. his gentle manner طريقته اللطيفة. طريقة التعامل اللطيفة بتاعته is really not. تكون حقا ايه? is اهي? verby to be. استنى مستر ما عندي بعد verby to be هنا really. really يعني حقا. وده زرف بيتكتب ملهوش علاقة بالمكان. بالموضوع يعني ايه? يعني هو مكانه هنا بيجي بعد verby to be. وقبل الصفة انما هو حاجة بيوضح لك انه هو حقا. جيد. حقا. سيء. حقا. مستر للعجاب. وهكذا. لكن really هنا لا يؤثر في الموضوع. يعني كأنك شايف is وعايز بعدها صفة مباشرة. فبالتالي انا عندي is هنا. صحيح في really بس مش هتقسر. ده زرفي بتحط بعد verby to be قبل الصفة. يبقى كأنك شايف is. is بعدها ايه? انا عايز بعدها صفة. طيب. impressive. impressive يعني مستر للعجاب. صفة. صفة. مش كده. طيب. يبقى انا عايز الصفة. I'm really not. نفس الفكرة. شايف really? اهي. خلص. انا كايني مش شايفها. انا حقا ايه? انا انا حقا كزا. عايز صفة. am verb to be وبعدها صفة. طيب و really? عادي خليها موجودة عايز مش مشكلة. كويس. انا حقا ايه? by his gentle manner. انا حقا معجب بطريقته اللطيفة. طيب مستر معناها معجب. ودي صفة. impressive يعني مستر للعجاب. ودي صفة. الاتنين صفات. صحيح. برافو عليك. بس من شوية قلتلك. وفي الجزء الاول برضو قلتلك ان الصفة اللي اخيرها ايه دي غالبا بتصف العقل. اوكي? طيب. يعني انا مسلا اقول لك. tired man. رجل مرهق. bored boy. ولد زهقان. excited player. لعب مثار. interested. interested in. دي صفة بتوصف اشخاص. I am interested in كزا. فيبقى الصفات اللي اخيرها ايه دي غالبا بنسبة كبيرة بتوصف الاشخاص. طيب. انا اكون معجب بطريقته. مش مسير للعجاب. مش انا ما يفعش اقول انا مسير للعجاب. انا معجب. صفة اخيرها ايه دي تصف الاشخاص. they are all not of your support. هم كلهم مقدرين للدعم بتاعك. تاني يا مستر. انا عندي ار. ماشي حلو. بعد ار المفروض في صفة. ايه بقى اقول دي? اقول يعني كلهم. طب ايه تفرق. مش هتفرق. عاملها زي ريلي بالزبط. كأنك مش شايفها. يبقى هم كلهم مقدرين. انا عايز صفة. انا عايز صفة. كويس. فين الصفة? appreciative. يعني مقدر. يعني ده يعني يعني بتقدير. يعني بتقدير. يعني ده زرف. وده اسم. وده فعل. انا عايز هنا ايه صفة. ليه? عشان بعد فيرب تو بي بيجي الصفة. فيبقى appreciative. مقدرين. appreciative. مقدرين. انا مش عارف او مش متأكد زكاة الملابس بتاعتي تكون مناسبة للملاءمة للمناسبة دي ولا لا. اوكي? هي مناسبة للمناسبة. ملاءمة لهذه المناسبة ولا الاوكيجان يعني مناسبة يا رفك. طيب. انا المفروض بعد ار بعد فيرب تو بي. عايز صفة. طيب. انا عايز الوظائف. انا بحب الوظائف اللي فيها تحدي. التي بها نوع من انواع التحدي بطريقة او باخرة. طيب. يعني تحدي وده الماضي من فعل. فعل اصلا. المتحدي وده اسم. تحدي وده اسم. طيب التالي انا عايز صف يبقى فيها تحدي. عشان بعض ار. لو مش تستمتع بحياتك. لو حياتك اشتخصية وعملك وحياتك العملية وwork life aren't not. مش هتستمتع بحياتك لو شغلك وحياتك اشتخصية ليسوا منفصلين. انا عندي هنا aren't. بس ما نفي. يبقى انا عايز صفة. صفة اللي هي منفصل. 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 لان كلمة ده فعل. بمعنى يفصل. والانفصال نفسه. الاسم. انا عندي فعل يكون. يبقى انا عايز بعده الصفة. اللي ساعدوا الناس. في فيروس كورونا was not. العمل كان مرهق ومجهد. اوكي. طب انا عندي فعل يكون اللي هو was. يبقى عايز بعده ايه. عايز بعده صفة. استنا مستر. مرهق. مرهق. صفة. يعني دي مرهق دي صفة او متعب. ودي مرهق او متعب او مجهد او مضغوط. دي صفة ودي صفة. بس الشغل اللي الناس كانوا بيعملوه. كان متعب. تعبان. الشغل نفسه تعبان. دي صفة تصف الاشخاص. الصفات الاخيرة ايدي غالبا بتوصف الاشخاص. يبقى الشغلي كان متعب. stressful. stressful. يبقى هنا الاختيار بيه. طب بص على المثال ده. the doctors who helped people. الاطباء اللي ساعدوا الناس. with coronavirus where? اللي هنا باتكلم عن الاطب نائم في صوم. كانوا. وطبعا عندي برضو verb to be. بعد verb to be انا عايز صفة. طب ما دي صفة. stressed. اه وكان عندي stressful من شوي. لأ بس انا كده هختار stressed. لان هنا stressed معناها تعبان. وانا بتكلم عن الاطباء. الاطباء نفسهم كانوا تعبانين مرهقين. صفة بوصف الاشخاص بالصفات غالبا اللي بتبقى اخيرها ايدي. وبكده تكون الحلقة دي من الكورس الخاص بمشتقات خلصت. بس لسه عندنا حلقات تانية كتير. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسيب بتاعك. وما تنساش تشير الفيديو لكل الناس. بليز على كل وسائل التواصل الاجتماعي. انشر الفيديو على اكبر واوسع النطاق علشان يوصل لكل الناس. لسه عندنا حلقات تانية كتير موجودة في الكورس ان شاء الله. تابع معايا في صندوق الوصفة تلاقي روابط الحلقات اللي جاية في كورس المشتقات. ولو لسه ما يزددش استنى شوية وهتلاقيهم بينزلوا اتباعا ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.